في موسكو تومض الأضواء تهتز الأرض باباً حديدياً ضخمان سواريخ سرية صوت عميق يملأ الشوارع والضخان يتصاعد بينما يرتفع الساروخ ببطء نحو السماء بحلول الوقت الذي يصل فيه إلى بضعة مئات الأمطار عن الأرض يكون بالفعل يسير بسرعة مذهلة في أقل من دقيقة يصبح مجرد نقطة بيضاء تلمع في الأفق تصدق ولا تصدق سيستغرق هذا الساروخ النووي حوالي 20 دقيقة فقط للوصول من موسكو إلى هدفه لندن لذا بينما يسير الساروخ نحو تدمير المدينة السادسة الأغنى في العالم دعونا نفحص أين أخطأت المملكة المتحدة ولماذا قد تكون أسوأ مكان في العالم عندما تبدأ الحرب العالمية الثالثة استغرق الأمر ساعات فقط ليقول فلاديمير بوتين كلمات الحرب الثالثة بعد أن فاز بالانتخابات لفترة رئاسية خامسة أثناء احتفاله سأل مراسل الرئيس الروسي عن تعليقات الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون التي اقترح فيها أن فرنسا قد ترسل قواتها إلى أوكرانيا لمساعدة البلاد في الدفاع عن نفسها من الغزو الروسي لم يلتف بوتين حول الكلمات وقال أعتقد أن كل شيء ممكن في عالم اليوم ومن الواضح للجميع أن هذا سيكون خطوة واحدة من حرب عالمية الثالثة شاملة هذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها معسكر بوتين الغرب بصراع عالمي كان الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف أحد أقرب حلفاء بوتين لسنوات عندما أجبر بوتين على التنحي عن الرئاسة بموجب الدستور الروسي الذي ينص على أن الرئيس يمكن أن يخدم فقط فترتين متتاليتين من أربع سنوات جعل بوتين ميدفيديف يتولى منصبه وقام بتغيير الدستور نفسه للسمح لبوتين للعودة لخدمة فترات متتالية من ست سنوات وفي فبراير عام 2024 أدل ميدفيديف بالدعاء كبير نيابة عن بوتين متحدثا إلى وسائل إعلام وقال إنه إذا هزمت روسيا في محاولتها لغزو أوكرانيا فإن كامل ترسانة الأسلحة النووية الروسية ستوجه إلى كييف وبرلين وواشنطن العاصمة وكذلك لندن بكلمته ستكون هزيمة روسيا بداية لحرب شاملة ولكن لماذا لندن؟ فلروسيا والمملكة المتحدة تاريخ طويل من التوترات يعود لعقود قام العملاء الروس بسلسلة من التسميمات البارزة باستخدام عوائل العصاب نوفوتشوك والنظائر المشعة القاتلة على الأراضي البريطانية في المملكة المتحدة يعد أليكساندر ليفتينينكو اسما معروفا كان ضابطا سابقا في الكي جي بي وانشق وانضم إلى الخدمة السرية البريطانية كعميل وقتل وسط لندن في عام 2006 تورط العملاء في التسميم ونجى ليفتينينكو في المستشفى لأكثر من أسبوعين من سريره في المستشفى بينما كان التسمم الإشعاعي يدمر جسده تدريجيا عمل مع السلطات البريطانية لتعقب قتله وكشف ما تبقله من معلومات قيمة في تسميمات زالزيبري في تسميمات زالزيبري وجد شخصان فاقد الوعي ويخرجان رغوة من الفم على مقعد في بلدة زالزيبري الهادئة بعد بضعة أشهر في البلدة المجاورة المزيد من الوفايات الجاني زجاجات عطر تحتوي على عامل الأعصاب نوفوتشوك بعد استخدامه من قبل الأهداف الأولية قام العميل الروسي المعني بإلقاء العطر في سلة قمامة في بلدة قريبة حيث سممت شخصين آخرين أضف إلى ذلك التحالف الوثيق لبريطانيا مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال سنوات الحرب الباردة وليس من المستغرب أنه منذ غزو روسيا لأوكرانيا أرسلت المملكة المتحدة مساعدات لأوكرانيا أكثر من أي دولة أخرى باستثناء الولايات المتحدة ليس من العجيب أن يضع ميدفيديف المملكة المتحدة في قائمة أهداف بوتين النووية ولكن مع كل هذه المساعدات التي تتجه نحو أوكرانيا هل تتوسع المملكة المتحدة بشكل كبير؟ كانت المملكة المتحدة في يوم من الأيام حرفيا ملك العالم كان القول القديم بأن الشمس لا تغرب على الإمبراطورية البريطانية صحيحا امتدت السيطرة الاستعمارية إلى جميع أنحاء العالم من كندا إلى أستراليا إلى الهند وأجزاء واسعة من أفريقيا كانت هذه الأمة الصغيرة أول دولة في العالم تتصنع وتقدمت بشكل كبير على أقرانها في عام 1913 كانت الإمبراطورية البريطانية مسؤولة عن أكثر من 412 مليون شخص ربع سكان العالم وشكل سكان المملكة المتحدة 10% فقط من هذا العدد ومع مرور الوقت ومنح الاستقلال لكل عضو على حدة تراجعت نفوذ بريطانيا على المصرح العالمي بشكل كبير لكن المملكة المتحدة لا تزال عضوا بارزا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعضوا مؤسسا في مجموعة السبع ومجموعة العشرين والناتو وأوكوس ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة التجارة العالمية ومجلس أوروبا ومنظمة الأمن وتعاون في أوروبا تحتل المملكة المتحدة الرتبة السادسة في العالم من حيث القوة العسكرية بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند وكوريا الجنوبية وكوريا الجنوبية هي الوحيدة في تلك القائمة التي تمتلك عدد سكان يقارب عدد سكان المملكة المتحدة ومن خلال النظر إلى الأرقام من منظور شامل تمتلك المملكة المتحدة قوة نارية هائلة تتجاوز بكثير من حجمها الجغرافي وعدد سكانها يجب أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها من الحرب العالمية الثالثة أليس كذلك؟ رغم أنها تبدو قوة على الورق فإن الجيش البريطاني كان في تراجع مستمر خلال عقدين الماضيين سلح الجو الملكي والبحرية الملكية والجيش ليسوا كما كانوا في بداية القرن الواحد والعشرين فحاليا لا تشارك المملكة المتحدة في أي صراعات واسعة النطاق لذا فإن الجيش غير مختبر بشكل كبير ولكن المحللين البريطانيين أشاروا إلى أن الوضع خطير قد لا تكون الدولة المصنفة السادسة في العالم قادرة على الدفاع عن حدودها بعد الآن نهيك عن تحويل مجرى الحرب بشكل كبير في حرب عالمية هذا يعتبر سقوطا دراميا كونها أقرب حليف للولايات المتحدة خلال الحرب الباردة كيف حدث هذا؟ حسنا الأمر يعود في الواقع إلى نهاية الحرب الباردة فبعد الحرب العالمية الثانية برز الاتحاد السوفيتي كأكبر تهديد للعالم الغربي بينما لم تشارك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الاتحاد السوفيتي في قتال مباشر قضوا نصف القرن التالي في خوض حروب بالوكالة في جميع أنحاء العالم دعم المقاتلين وتدريب الجماعات شبه العسكرية والتلاعب بالانتخابات السياسية في البلدان في جميع أنحاء العالم كان الجانبان يقاتلان لجعل رؤيتهم للسلام العالمي تنتصر ومع تزايد عدد الأسلحة النووية الموجهة نحو عواصم كل منهما كل عام كان من المعجزات الصغيرة أن الأمر لم ينتهي بكارثة نووية بدلا من ذلك انهار الاتحاد السوفيتي وولدت روسيا جديدة كانت روسيا الجديدة التي ظهرت في التسعينيات أكثر انفتاحا على أمور مثل التجارة الدولية والديبلوماسية أجر انتخابات ديمقراطية لاختيار رؤساء يمكنهم نقل الأمة إلى عصر جديد من السياسة والتجارة بدأت الولايات المتحدة وروسيا في تفكيك رؤوسهم النووية بشكل متوازن كان الأمر بالنسبة لمعظم العالم هو أن تكون العدوة في القرن العشرين قد انتهت وأن يكون القرن الواحد وعشرين بداية لإنسانية متربطة تعمل معا من أجل المستقبل خفضت الجيوش في جميع أنحاء أوروبا والعالم إنفاقاتها الدفاعية حيث عاشوا أخيرا في عالم حيث أن الرئيس الروسي المنتخب ديمقراطيا يجلس على الطاولة مع قادة الاتحاد الأوروبي لمناقشات السفقات التجارية وتغيير المناخ شعرت أوروبا بالسلام والأمل لكن بعد أحداث 11 سبتمبر كانت لدى الولايات المتحدة حربا جديدا على يدها الإرهاب وكما كان الحال غالبا انضمت المملكة المتحدة إلى جانبهم على الفور وذهبت إلى الحرب في أفغانستان وبعد بضع سنوات قررت الولايات المتحدة الأمريكية غزو العراق أيضا استنادا على مزاعم غير مؤكدة بأن صدام حسين كان يمتلك أسلحة ضمار شامل تحولت الحروب المتهورة من الرئيس الأمريكي جورج بوش والرئيس البريطاني طوني بلير ببطء إلى كوارث مطلقة لكلتا الدولتين بالنسبة للمملكة المتحدة تعتبر الحروب في العراق وأفغانستان على نطق واسع فشلا على أفضل تقدير وغير أخلاقية على أسوأ تقدير كان هناك نقص في الغرض الواضح والتوجيهات عند الدخول في هذه الحروب في أفغانستان ضخلت المملكة المتحدة لمحاربة القاعدة في عام 2001 لكنها وجدت نفسها تقاتل طالبان بدلا من ذلك بحلول عام 2006 لم تكن هناك أهداف محددة أو شروط للانسحاب مما أدى إلى توسع المهمة كان يتم تحديد أهداف جديدة أو إلغاؤها دون سابق إنظار كان القتال في المنطقة يمزق البلاد ولكن لم يتمكن أحد من الاتفاق على أفضل حال وعندما كان هناك اتفاق كان التنفيذ سيء تم بناء جيش أفغاني بواسطة الناتو لكنه كان كبير جدا حيث بلغ عدد أفراده 190 ألف وهو ثلاث أضعاف حجم القوة البريطانية في ذلك الوقت كان الجيش الأفغاني سيء التدريب وسوء التنظيم وغير مستدام تماما وضعت المملكة المتحدة هدفا لتحسين حياة الأفغان وهو هدف غامض وكان وجودهم في الواقع يجعل الوضع أسوأ حتى مشاريع البنية التحتية الأساسية مثل بناء مدرسة يتكلف بضعة ألف من الجينهات كانت تتحول إلى عملية باهظة الثمن وسيئة الإدارة كانت العملية كلها تستهلك الأموال لكن الأسوأ من ذلك كان الثمن البشري عبر الحروب في العراق أفغانستان واليمن وسوريا وباكستان قدر عدد القتلى المدنيين في عام 2021 بحوالي 432 ألف وثلاثة وتسعين هذا العدد يزيد بأكثر من عشر مرات عن الخسائر التي تكبتها أوكرانيا حتى الآن ولكن الحروب تؤدي إلى وفيات أكثر من مجرد أعمال العنف المباشرة فهناك العديد من الوفيات الغير المباشرة النتجة عن زيادة المجاعات والأمراض والجريمة ومن الصعب حساب العدد الإجمالي للوفيات في هذه المناطق ومن الصعب أيضا تتبع أسباب الوفاة ولكن العدد النهائي قد يتجاوز 4.5 مليون منذ أحداث 11 سبتمبر أضيف إلى ذلك تقارير عن جرائم الحرب التي ارتكبت في سجون مثل أبو غريب حيث عذب الضباط الأمريكيين وكذلك البريطانيون المعتقلين أثناء التقاط صور مبتسمة ومن الصعب القول أن تدخل المملكة المتحدة في هذه البلدان كان إيجابيا كانت التكلفة الاقتصادية لهذه الحروب هائلة كلفت الحروب في العراق وأفغانستان المملكة المتحدة حوالي 30 مليار جنسرليني ولكن كان هناك القليل من النتائج الإيجابية على مدار ما يقرب من عقدين من الزمن تم تحويل الإنفاق العسكري إلى هذه الصراعات وضع الكثير منه وأسيئ إدارته لم يكن الإنفاق العسكري موضوعا شائعا في السياسة البريطانية لسنوات عديد الآن تجذر الإشارة إلى أن المملكة المتحدة أيضا عانت من الأزمة المالية في عام 2008 وانسحابها من الاتحاد الأوروبي في عام 2020 وجائحة كوفيد 19 وكله أثرت على الاقتصاد الذي كان يتراجع خلال آخر خمس رؤساء يشعر الكثير من الجمهور البريطاني بالتشاؤم بشأن إنفاق المزيد من الأموال على الحروب بعد التاريخ الحديث لبلادهم لذا لم يجعل عدد قليل من السياسيين ذلك نقطة مركزية في حملتهم الانتخابية هذا يعني أن البحث والتطوير وتحديث المعدات وكذلك الاستثمار العام في الآلات الجديدة قد تراجع كمثال هذه بندقية S-A-80 هذه هي البندقية الهجومية للجيش البريطاني منذ عام 1987 بالطبع تم تحديد تصميمها عدة مرات خلال تلك الفترة تتميز بوضوح شكل الضخيرة التي يتم تحميلها من الجزء الخلفي من البندقية خلف المقبض والزناد ليس هناك العديد من البنادق التي تبدو هكذا ولسبب وجه هذا التصميم سيء وسيء جدا لم يكن لمثبت الرصاص غطاء حماية مما يعني أنه إذا صدمت بصدر أو كتف الجندي يمكن أن تسقط بسهولة كما أن البندقية مصممة للأشخاص الذين يستخدمون يدهم اليمنى فقط لذا فإن أي جنود يستخدمون اليد اليسرى كانوا في وضع غير مريح وقد يكونون في خطر مميت لأنهم يضطرون إلى التعامل مع بندقية لم تصمم لهم في الرمال الشرقية الوسطى كانت المدافع تعاني من انسداد متكرر وكانت عرضة للصداء وحتى عندما كانت تعمل بكفاءة تما كانت مجرد جيدة مقارنة بالبنادق الأخرى لم تشري أي دولة أخرى في العالم بما في ذلك جاميكا وبوليفيا بنادق البملكة المتحدة SA-80 لكن البريطانيين استمروا في استخدامها لعقود بعد أن أنفقوا الكثير من الأموال في تطويرها وتصنيعها وكذلك تحديثها وتكررت هذه القصة لمعظم القوات العسكرية البريطانية تم تصميم تشالنج 2 الدبابة الرئيسية لبريطانيا في أواخر الثمانينيات وبدأت بالخروج من خط الإنتاج في منتصف التسعينيات ودخلت العراق بعد بضع سنوات فقط في عام 2003 هناك تم إجراء عدة ترقية طفيفة للأسطول منذ ذلك الحين حتى النسخة تشالنجر 3 لا تزال غامضة بدلا من طلب مجموعة جديدة من الدبابات تشالنجر 3 تخطط المملكة المتحدة لترقية الدبابات تشالنجر 2 إلى نسخ تشالنجر 3 وحاليا تمتلك المملكة المتحدة 213 دبابة في أسطولها ومن هذا العدد المتوقع ترقية 148 دبابة فقط إلى تشالنجر 3 مما يترك علامة استفهام حول مصير الباقي ستكلف هذه الترقية مبلغا إجماليا قدره 800 مليون جن السريني وستمدد عمر خدمة هذه الدبابات حتى عام 2040 على الرغم من أن هذا قد يبدو جيدا على الورق حذر العديد من الخبراء بأن هذه الخطة للدبابات تفتقر إلى الكثير لا يعرف أحد تماما عدد الدبابات التي تتوفر لدى روسيا ولكن التقديرات تشير إلى أن العدد يتراوح بين 2000 إلى 17 ألف دبابة بينما قد تكون هذه الدبابة أقدم وأضعف من شالنجر 2 فإن الأعداد الهائلة ترسم صورة قاتمة علاوة على ذلك قد يكون موعد الترقية لعام 2027 بالنسبة للدبابات متأخرا جدا إذ ألمح الرئيس الصيني تشي جين بينغ إلى رغبته في إعادة توحيد تايوان تحت حكم الصين بحلول عام 2027 منذ فترة طويلة كانت النظريات تشير إلى أن غزو الصين لجزيرتها الصغيرة المجاورة يمكن أن يكون شرارة التي تشعل الحرب العالمية الثالثة حتى لو لم يحدث ذلك فإن بوتين يظهر بوضوح أن لديه خطط تمتد بعيدا عن أوكرانيا على مدى العقد القادم حيث سيكون لديه رغبة في رؤية نهضة الاتحاد السوفياتي قبل وفاتها والدبابات التي تبدأ في الترقية بينما تندلع الحرب لا تفيد أحد حيث أن النقص في الاستعداد يمتد أيضا إلى بقية الجيش أطلق حلف شمال الأطلس الناتو والسويد تدريبات حربية مشتركة على نطق واسع حول العالم تحت عنوان عملية المدافع الثابت تمتد هذه التدريبات في فرلندا، بولندا، شرق أسيا، ألمانيا وخارجها مما يعني نشر قوة الجيش البريطاني عبر العالم نهيك عن الدعم الشديد من المملكة المتحدة لأوكرانيا حيث أرسلت عدد غير معلن من دباباتها تشانجر 2 لدعم جهود الحرب ضد بوتين كان ذلك مثيرا للإعجاب مع تحدث الرئيس الأوكراني بولوديمير زيلنسكي بإعجاب عن الدعم البريطاني ولكن مع نقص الاستثمار في المعدات الجديدة فإن معظم الأسلحة والمركبات المتجهة إلى أوكرانيا لا تستبدل في المستودع استراتيجية المملكة المتحدة للمستقبل القريب واضحة محاربة روسيا من خلال أوكرانيا الآن بدلا من الانتظار لمواجهتهم مباشرة بعد بضع سنوات ومع ذلك فإنها تكشف أيضا عن الدور المحتمل للمملكة المتحدة في نزاع عالمي الكلمة الرئيسية هنا هي الدعم لقد انخفض حجم الجيش البريطاني بما يقرب من ثلث خلال العقدين الماضيين من 155 ألف بما في ذلك الاحتياطين إلى 116 ألف فقط هناك مخاوف حول كيفية استدعاء هذه الاحتياطات بسرعة ومن المحتمل أن يستغرق أسابيع لتدريب القوات الاحتياطية بشكل كاف وتجهيزها ونقلها حتى لو صارت كل الأمور على ما يرام لوجيستيكيا والذي لن يضمنه أن يعضوا في القوات المسلحة البريطانية في حال اندلاح حرب فجائية في القارة تعتمد بريطانيا على دول مثل ألمانيا والسويد وفرلندا وإيطاليا وفرنسا لتقديم استجابة أولية قوية على الأرض بينما تستعد للحرب من هذه النقطة من المحتمل أن تصل المملكة المتحدة كموجة ثانية من الإسنادات لتعزيز المواقع الحرجة والاستلاء على مواقع القوات المرهقة أو المصابة بالتأكيد هذا يبتعد كثيرا عن أيام المجد التي كانت بريطانيا تتفوق فيها على العالم ولكن بالتأكيد لا يمكن أن يكون أسوأ مكان إذا اندلعت الحرب العالمية الثالثة أليس كذلك؟ المملكة المتحدة جزيرة منعزلة عن بقية أوروبا ومن الناحية التاريخية كانت هذه أكبر قوتها الدفاعية كانت بريطانيا دائما قادرة على الاعتماد على بحرية قوية ومسافة جيدة من المحيط بينها وبين أوروبا للحفاظ على سلامتها وفي الحرب العالمية الثانية وأثناء مسيرة النازحين عبر أوروبا واحتلالهم لفرنسا بسرعة أكبر مما كان أحد يتوقع توقفوا عندما وصلوا إلى القناة الإنجليزية أضيف إلى ذلك ما يمكن للنازحين القيام به كان قصف لندن ومدن أخرى رئيسية ليلا كان من الصعب تنفيذ غزو على نطق وسع يمكن أن يعتبر هذا التأخير أنه أعطى بريطانيا والحلفاء قاعدة للعودة إلى الحرب وتغيير مجرى الأحداث لكن المشهد قد تغير الطائرات القديمة للطيران اللفتافة وبالكاد كان لديها وقود كاف للعبور إلى القناة والعودة الصواريخ الباليستية ذات المدى الطويل والطائرات فوق الصوتية والطائرات بدون طيار والغارات الجوية طويلة المدى كل هذه التغييرات التي لم تختبرها الدفاعات الجوية البريطانية في الدفاع ذهبت أيام تثبيت بنادق الرشل يدوية على طول السواحل البيضاء ورفع البالونات الهوائية فوق لندن لإجبار الطائرات على الطيران على ارتفاعات أعلى منطقة لندن الكبرى هي الأكبر في أوروبا الدفاع عن كل ذلك من الهجمات الجوية الحديثة سيكون مهمة هائلة نهيك عن القيام بالشيء نفسه مع مانشستر وليفربول وكاردف وجميع المدن الرئيسية في المملكة المتحدة مع انتشار الجيش في أنحاء أوروبا والبحرية تحرص خط المملكة المتحدة غريلاند إسلاند وسلاح الجو يدعم الجميع كيف سيكون بإمكان المملكة المتحدة الدفاع بشكل فعال عن نفسها من الغارات الجوية وحتى غزو بري ولكن ليس كله سيء هناك بعض الأوراق الحقيقية في أكمان القوات المسلحة بريطانية في حين أن الدبابات قد تبدأ في تراجع فإن بريطانيا تقود حافة الجودة فيما يتعلق بأسطول طائراتها المقاتلة ومن المتوقع أن تستمر في النمو F-35 تعتبر أفضل طائرة مقاتلة في العالم بإمكانيات تخفي الاستطالة القاتمة والتكنولوجيا حديثة وقدرة غير مسبوقة على الردع إنها المرشحة القوي ضد أي خصم جوي آخر وهي أيضا قوية كتهديد جوي للأرض تمثلك F-35 حفة نفسية حقيقية حتى على طائرات روسية من الدرجة الأولى مثل SE-35S حاليا تتلقى المملكة المتحدة طلبية من 47 منها بحلول عام 2025 كان من المفترض أن تكون 48 ولكن تحطمت واحدة بالإضافة إلى ذلك التزمت الحكومة البريطانية بطلب دفعة أخرى قريبا بعد ذلك لقد أثار الكثير من الدهشة بعد أن بعث المملكة المتحدة كامل أسطولها من 72 طائرة هارير إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسعر رخيص جدا قدره 180 مليون دولار كجزء من تقليصات الإنفاق الطرازات الجديدة قادرة على الإقلاع العمودي في البحر ومن المتوقع أن تعيد السيطرة على السيادة الجوية لسلاح الملكي بطريقة كبيرة شالانجر 32 على الرغم من عمرها ليست مجرد سبب للضحك منذ إنشائها في منتصف التسعينات تم تدمير فقط اثنين منها في المعارك وكان أحد هؤلاء تم تدميرهم بالفعل بواسطة شالانجر 2 آخر بالخطاء ومع تحديثات شالانجر 3 يبدو أنهم سيتفوقون على الإصدار الثاني خاصة أن أي مشاكل معدات قديمة توجهها المملكة المتحدة تبدو شحيحة مقارنة بروسيا حيث يرسلون بامتظام معدات ومركبات عصر الحرب البارد إلى أوكرانيا يقودها مجندين غير مدربين بشكل كافي أمضت البحرية الملكية عقوداً في أداء الوظيفة الدقيقة التي ستؤديها في الحرب العالمية الثالثة حماية خط المملكة المتحدة غريلاند إسلاند تحمل السفن الدورية عشرات من F-35S جنباً إلى جنب مع الغواصات النووية والطائرات الدورية قادرة على رصد الغواصات الروسية من السماء مما يعني أنه سيكون من الصعب على روسيا اختراق الخط إلى المحيط الأطلسي أما الصين فهي تشكل مشكلة أكثر جدية ولكن بما أنهم على الجانب الآخر من العالم والولايات المتحدة تعمل كحاجز بينهم فلن تضطر المملكة المتحدة إلى القلق كثيراً بشأن وجودهم البحري ما لم تسوء الأمور جداً في الحرب ومع ذلك حتى مع كل هذه الأمور في مكانها هناك مشكلة بحجم صاروخ نووي لا يمكن للمملكة المتحدة الدفاع عن نفسها ضدها رأس حربي نووي معين قد وصل بالفعل عبر أوروبا باتجاه العاصمة في هذه اللحظة إذا كانت الحرب العالمية الثالثة ستتحول إلى نووية وهذا أمر محتمل بالفعل نظراً لكيف انتهت الحرب العالمية الثانية ولتقلب كيم جونج وان ولتكتل بوتين حول جمع السلطة فمن المرجح أن تكون لندن هدفاً ثانوياً بعد واشنطن العاصمة بغض النظر عن مدى بناء قواتك العسكرية ليس هناك الكثير يمكنك فعله عندما يتجه صاروخ نووي نحو حكومتك هنا يظهر العيب الفادح في جوهر المملكة المتحدة هذا هو السبب الحقيقي في أن المملكة المتحدة هي أسوأ مكان يمكن أن تكون إذا اندلعت الحرب العالمية الثالثة سيكون الملاجئ الهوائية المعدنية المموجة التي صنعتها العائلات في أسفل حدائقهم في الحرب العالمية الثانية كورقة من الورق بمجرد أن تصيب القنبلة النووية ليس هناك مكان للذهب في أوروبا في لوية المتحدة وفي الكثير من باقي العالم يمكن للمدنيين الفرار من السقوط النووي سيموت أي شخص يلتقطه الهجوم إما على الفور أو خلال أيام ولكن هناك أمل لأولئك على الحفة يمكن للمدنيين أن يركبوا السيارات والحافلات ويقودون بأسرع ما يمكن وأبعد ما يمكن في المملكة المتحدة يمكنك الذهاب فقط إلى حد ما قبل أن تصل إلى المحيط هناك ستضطر إلى محاربة طريقك في السفن المكتظة التي لا تمتلك القدرة الكافية لإجلاء حتى جزء معنوي من السكان حتى أولئك الذين ينجحون في الخروج من الجزيرة عبر قوارب أو طائرات من المحتمل أن يلتقطوا في المعارك التي تدور في البحار حول المملكة المتحدة عليهم إما أن يتجهوا نحو أوروبا والجبهة الروسية أو يقوموا بالرحلة الطويلة والخطيرة إلى الولايات المتحدة حيث يمكن أن يتم استهدافهم في أي لحظة ولكن بالنسبة لأولئك الذين بقوا في البلاد لا يوجد شيء يمكن فعله سوى الوقوف بينما تبدأ الأمطار الإشعاعية في الهطول في انتظار سقوط المزيد من القنابل على بقية أنحاء البلاد